السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتكلم عن اللحظات الاخيرة في حياة الفنان يوسف شعبان وقصة خروج روحه قد ايه تعذب وايه الحاجة اللي هو عملها قبل ما يتوفى وكمان معينا انهيار الفنان رشوان توفيق بعد سماع خبر وفاة يوسف شعبان هنشوف كل تفاصيلنا بس معايا سأله رسول عليه افضل الصلاة والسلام ويا ريت ندعي لكل المتوفين بالرحمة والغفران طبعا هو كان نقيب الممثلين لسنتين متتاليتين عمل حاجات كتير خيرة في حياته منها ان اسس نادي في النقابة وكان النادي ده اي ارباح بتيجي منه لها تاعة الافراح والقاعات واعياد الميلاد كانت بس بتتخصص لعلاج اسر ابناء الفنانين اللي هما كانوا كنبارسل غير مقترد يعني اللي مش عندهم المقدرة انه هما يصرفوا على نفسهم وكان بيعمل معاشات ويطلع مرتبات شهرية للمحتاجين بصراحة ازهى عصور النقابة كانت على عصر الفنان يوسف شعبان طبعا فنانين بلا استثناء كلهم بعتوا بركيات تعزية طبعا على الرسائل وخلاص عشان طبعا عارفين موضوع كورونا وكده ربنا يعافينا الا فرد واحد بس وهو عادة بس محمد رمضان اللي ما بعدش اي بركيات تعزية ولا عزاة في بعض الناس دخلوا قالوله في طبعا تعليقات على فيديوهات قديمة ليه وهو دايما بنزل احداث مسلسله القادم ما ردش طبعا عليهم ولا قال كان في خلاف بين يوسف شعبان ومحمد رمضان عندما سئل الفنان يوسف شعبان في احد البرامج قال له ممكن تمثل مع محمد رمضان المستحيلة مثل مع واحد زي محمد رمضان لانه ما بيقدرش الاجيال السابقة يعني سمي نفسه رقم واحد الجمهور هو للمفروض يسميه رقم واحد ان هو متكبر جدا كمان في لوكيشن التصوير ده من ناس موجودة اعمالهم قالوا كده فعلا كمان احنا عارفين يوسف شعبان ده انسان محترم جدا من بعض المواقف بتاعته اللي حكيتها نهال عنه بعد وفاته طبعا قالت لما كان بيشوف اي فنان مسل قبله حتى لو ومشهد واحد كان يقوم له ويحترمه ان هو يعني محترم جدا بيقدر الناس اللي قبل كده كان بينهم في العصر اللي هو نشئ فيه في فترة التمثيل كان شكرا سرحان رشدة ابازة ناس كتيرة جدا في الفترة دي كان بينهم منافسة ولكن كانت محترمة جدا كانت غيرة بس غيرة فنية طبعا كلنا عارفين ان هو تجوز جوازات كتير كانت اولهم ليلى طاهر اللي حبها جدا ده باعتراف منه طلقها تلات مرات خلال اربع سنين طبعا زلت بينهم مودة ورحمة بس ما كانش ينفع طبعا ان هو يرجحها بعد كده اتجوز نادي اسماعيل ابنة الاميرة فوزية اخت الملك فؤاد يعني ما شاء الله ما كانوش موافقين ولكن هي اصرت على جوازه منها خلف منها بنته سينة وبعد كده اه جوز الفنانة سهان فتحي لفترة معينة لكن ما خلفش منها والفنانة ايمان الشريعان اللي هي زوجته حتى اللحظة اللي هو توفى فيها قعدوا مع بعض تلاتين سنة هي كويتية مهزبة جدا هو نفسه والدها ما كانش موافق على جوازهم لان هو بيكبرها باكتر من اه اربعين سنة هي كان عندها خمسين سنة في الوقت الحالي هو توفى عن عمري ناهز تسعين سنة خلف منها زينب ومراد مراد بيدرس اخراج في امريكا آآ يعني من ضمن الكلام والدها والد ايمان الشريعان كان بيقول ان احب الازواج بناتي واولادي اللي قلبي هو يوسف شعبان لما رأيته فيه من اعترام ومودة ورحمة لبنتي طبعا ربنا ارحمه هو الناس كتير جدا انهارت عليه بجد من الناس اللي اتزعل عليها جدا هو يوسف شعبان طبعا زي ما قلت لحضراتكم من بارح في الفيديو كيتعابلة كامل اللي زعلت جدا كمان الفنان القدير الجميل رشوان توفيق بيعيش لحظات في حياته وحشة جدا من بعد وفاته قبل كده في عزة العليلي لما توفى للأسف دخل المستشفى على اسر الموضوع ده نتمنى من الله انه ما يدخلش المستشفى المرادي لانه فعلا حزين دايما بيقول كان بيسأل علي من اكتر الناس اللي كنا بنتواصل مع بعض على الرغم ان يوسف شعبان طدع في برنامج وقال انا محدش عاد بيسأل علي خالص قليلين جدا اللي باتصلوا بيا علشان خلوني اشتغل معاهم وفي الوقت ده لما راح طبعا وبعد كده عمل المسلسله اللي كان بيعمله في لبنان رجع مصاب من هناك خدول المستشفى كان عنده مجرد انخفاض في ضغط الدم ولكن لما راح اكتشف انه هو عنده كورونا وهو كان عنده تعب في الصدر اه شديد جدا وفي الاخر كمان كان عنده تعب في اه الكلا بعد لما تعب وتعمل له غسيل كلا ولكن في النهاية اه جات له غيبوبة ما قدرش يفوق منها خالص كان كل ما يفوق من الغيبوبة على لسان اقرب الاقربون ليه يقول هو انا صليت طب الله اكبر اشتغل نلاقي اللي اللي هو يستشهد ويقول طب انا هقوم اتوضى وصلي ولكن ما كانش بيقوم طبعا لانه تعبان ربنا يرحمه بجد تعزب جدا في فترات مرضه الاخيرة الكورونا اشتدت عليه بسبب كتر الاتعاب التعب اللي هو كان عنده من مشاكل في الكلا مشاكل في الكفص الصدري فقد الوعي غيبوبة ربنا يجعله مرضه في ميزان حسناته انهارت زوجته وابنته جدا بعد سماع الوفاة طبعا مش هيغلع اللي خلقه ربنا يرحمه بشكركم جدا جدا سلام عليكم ورحمة الله